اكثر قليلا من ستة اشهر تفصل العراق عن انتخابات نيابية مبكرة حدد موعدها رئيس الحكومة الحالية مصطفى القاظمي انتخابات تحاول بها قوى العملية السياسية وداعموها في ايران الحفاظ على مكتسباتهم طوال 17 سنة مضت منذ الغزو الامريكي ويبدو ان حكام طهران استشعروا الخطر على نفوذهم في العراق من الرفض الشعبي المتصاعد وما اثمره من تظاهرات واعتصامات متواصلة منذ اكثر من عام للمطالبة باسقاط نظام المحاصصة والفساد الذي مكن ايران من السيطرة على مجمل المشهد العراقي من هنا بدأت ايران في اعداد العدة للانتخابات المقبلة في العراق عبر دفع بعض مواليها من قيادات الميليشيات الى استبدال زي مدني سياسي بزيهم العسكري الميليشيوي والانخراط في حركات سياسية جديدة تسعى الى حجز اكبر عدد ممكن من المقاعد في البرلمان وبحسب محللين فان امثال هؤلاء يعبرون عن انفصال عن واقع ما يعيشه العراقيون من معاناة بسبب الفساد والمحاصصة فالناس لا ينتظرون حركة سياسية تنتهج منهج القميني وخامنئي ولكنهم ينتظرون الرواتب المتأخرة وينتظرون خطوات جدية لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين الذين نهبوا ثروات العراق وافقروا شعبه ولان اكثر ما تخشاه الميليشيات الموالية لايران هو اجراء انتخابات نزيهة تنتج شخصيات عراقية مستقلة ومعارضة للنفوذ الايراني فانها تعمد الى تكوين هذه الحركات الجديدة كحركة استباقية منها للالتفاف على ارادة العراقيين ومصادرة رأيهم وكذلك تسعى عبر كتلها في البرلمان الحالي الى تقسيم الدوائر الانتخابية على اساس طائفي نهيك عن تعديلات قانوني المحكمة الاتحادية والانتخابات الامر الذي يفضي الى عسكرة المجتمع العراقي وجعل السلاح المنفلت صاحب الكلمة العليا في المشهد العراقي امنيا واقتصادية وسياسية